مبكرا وقبل أن تكون واقعا ارتبطت الوحدة بوجدان اليمنيين وسكنت أرواحهم وخواجسهم الذاوية بواحدية الأرض والمصير متجاوزة حدود التشطير كانت عدن مسر الحالمين من صنعاء مثلما كانت الأخيرة مفتتح الحلم في طريق الوطن الواحد الكبير بخطوات ارتجالية انجزت اتفاقية الوحدة ومضى اليمنيون في ظروف خطرة وملغومة نحو البلد الواحد الذي هتفوا لأجله وتحقق الحلم في 22 مايو قبل ثلاثة عقود العيد الذي تحل ذكراه اليوم ووحدة اليمنيين المغدور بها تواجه أخطار كثيرة انقلابا في صنعاء برعاية إيرانية وآخر في عدن تتصدره أصوات فك الارتباط ونزعاتها المدعومة من قوى إقليمية ودولية ضمن مساعي التوسع والهيمنة ومصادرة السيادة والقرار السياسي للرئيس والحكومة فما الذي تبقى من وحدة اليمنيين في عقدها الثالث إذ يبرر السؤال الأكثر حساسية الآن الذي أداروا ما بعد الوحدة أوصلونا إلى الانفصال تقريبا والذي أداروا ما بعد الثورة للأشف أوصلونا إلى الحالة التي عادت فيها الحالة في البلد إلى ما قبل الثورة للأشف وبالتالي حرمونا خير الوحدة وحرمونا فضل الثورة حروب وانقلابات متعددة أفرغت الوحدة اليمنية طيلة سنواتها الماضية ربما من جوهرها ومضامينها التي تطلعت إليها آمال اليمنيين شمالا وجنوبا وبات هذا المنجز اليوم يواجه مخاطر جمع في ظل التمرد والتصعيد العسكري الأخير في المناطق الجنوبية على وجه التحديد إضافة إلى التيه السياسي في مواقف القوى والأحزاب التي تكاد تتلاشى معها الدولة والوحدة معا هذا الوحدة للأسف شديد تتخطفها الشياطين هنا وهناك هناك قوى في الجنوب مدعومة خارجية تحاول أن تدعو للانفصال صراحة في الوقت الذي كان يتحدث عن استحياء اليوم في الشمال أيضا قوى مدعومة خارجية تحاول أن تنفرد بالجزء الشمالي من اليمن هكذا يفقد اليمنيون الثقة بأحلامهم ونضالاتهم الكبيرة وسط دومة الصراع الداخلي المعقد وأطماع الخارج الذي يحاول تفتيت اليمن ويعمل جاهدا على نهش ثوابته ومكتسباته الوطنية وتمزيق جغرافيته الواحدة علي جرادي قناة بالقيس مأرب